وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضية تموينية بمضبطات تبلغت أكثر من 64 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تمكنت الوزارة من ضبط أكثر من 31 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعوبة وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 32 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 608 قضية من بينها 98 قضية خبز ناقص الوزن و73 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 6 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 22 طن أقماح محلية